الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين المشاهد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة اليوم من وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تدور حول توجيهٍ إلهيٍ عظيم وخلقٍ نبويٍ كريم أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى وحثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم كيف لا وبهذه الوصية الإلهية وبهذا الخلق النبوي العظيم يتحقق هدفٌ من أجل الأهداف وأنبل الأهداف التي أوجدنا الله عز وجل لأجلها على هذه الأرض ألا وهو عمارتها هل علمتم الآن ما هو؟ نقرأ قول الله تعالى في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نعم إنه التعاون على فعل الخير الإنسان لم يخلق في هذه الدنيا ليعيش بمفرده فيها بل ليأنس بغيره وليتكاتف مع غيره ولذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ الناس حرصًا على التعاون مع الغير في تحقيق الخير للمجتمع وللبشرية جمعاء ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالًا تطبيقياً عملياً على خلق التعاون على الخير نستذكر من سيرته الشريفة المطهرة صلوات الله وسلامه عليه حينما كان الصحابة الكرام يعملون في بناء مسجده النبوي الشريف لم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يعملون وهو جالسٌ ينظر إليهم لا والله بل كان صلوات الله وسلامه عليه يعمل معهم كواحدٍ منهم وهو أشرف خلق الله على الله وكان صلى الله عليه وسلم يحمل الطراب على كتفه الشريف ويرتجز قائلاً اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم اللهم الأنصار والمهاجرة فكان الصحب الكرام يردون عليه صلى الله عليه وسلم قائلين لَإِنْ قَعَدِنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلْ لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ فَاللَّهُمَّ جَمِّلْنَا بِأَخْلَاقِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر